يا مساء الفل حبايب قلبي وحشتوني من سنتين كنت عملت معاكم كومبيل الطلعت أو تواجن كيكة حلواني طلعت كانت عبارة عن كيكة غرقانة بصوص الطوفي وبالكريم شانتيه وتتقدم في تواجن فخار النهاردة هنعمل النسخة بتاعتها لكن الكبيرة هنعمل كيكة التريليشيتا أو كيكة حلواني طلعت أو كيكة الحليب والطوفي أو الكيكة التوركي هنعملها ان شاء الله بدون كريمة خفق أو كريمة لباني هنعملها بمقادير كلها سهلة وبسيطة ومن البيت فيلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم وراء وقلم وكتبي وراي أول حاجة جهزتها معايا هي أني شغلت الفرن بتاعي على درجة حرارة 180 وحضرت كمان الشبكة في الرف اللي في الوسط وجهزت قالب أوصانية ألمنيوم معايا مقاس 40 في 30 ده هنتهى بالزبدة وجهزتها معايا المكونات بقى هنقولها وإحنا شغلين كمان هسيبها لكو في صندوق الوصف وكمان هسيبها لكو في أول تعليق على صفحتي على الفيسبوك هيكون معايا أربع بدات ضفت عليهم رشاة من الملح كباية من السكر البودر وحوالي معلقة صغيرة من الفانيليا السيلة هضرب كل الكلام الجميل ده لحد ما يبقى كريمة معايا شرط بقى مهم جدا لنجاح الكيكة إن كل المكونات تكون معايا بدرجة حرارة المطبخ البيض والحليب والزيت والدقيق وكل حاجة هفضل أضرب في البيض لحد ما يبقى كريمة معايا هو والسكر وحس إن السكر داب بعدين هضيف ليهم نص كباية من الزيت هضيفها تدريجيا مع الضرب المستمر وكمان هضيف ليهم كباية من الحليب برضو هضيفها تدريجيا وأنا برضو مستمرة في الضرب لو ما عنديش مضرب كهربي أقدر أستخدم المضرب اليدوي العادي وقدر كمان أستخدم الخلاط لكن المضرب اليدوي أو مضرب الكهربا هو أفضل بكتير من الخلاط هيتطلع نتيجة حلوة جدا بعد كده معايا كبايتين ونص من الدقيق ضيفت ليهم كيس بيكنج بودر ومعلقة كبيرة من النشا وقلبتهم كويس مع بعض وبدأت أنزل بيهم على السوائل واحدة واحدة وأنا بنخلهم يعني ما بنزلش بيهم مرة واحدة أنا عايزاهم لما أجي أنزلهم على السوائل بتاعتي يكون فيهم هوا شايفين برفع إيدي وبنخلهم وبضرب برضو في نفس الوقت زي ما قلت أقدر أستخدم المضرب اليدوي بس هياخد معايا وقت ومجهود أكتر شوية أكمل ضرب فيهم كده زي ما أنا ما ماشية لحد ما كل المواد تتجانس معايا وكلها تدخل في بعضها ويبقى معايا خليط كريمي حلو جدا ما نساش برضو من وقت للتاني ألم الجناب بتاعت الخليط بتاعي علشان لو ما ركون فيها دقيق كده أو كده أنا خلاص ضربتها كلها مع بعض كويس جدا هنزل بقى بالخليط دوت في صنية 30 فاربعين تكون مدهونة زبدة معنا هنزل بيه كده أنا مش عايزاها عالية عايزاها تكون في علوي الجاتو فمش عايزاها عالية قوي هبدأ أوزعها كده في الصنية وهدخلها فرن على درجة حرارة 180 بتاخد معايا خمسين دقيقة على الرفل في الوسط ده بيكون شكل الكيكة بتاعتي بعد مخرجت من الفرن وسبتها تبرد كمان بدأت أخرمها بالشوكة زي ما احنا شايفين كده شايفين قد إطارية لو حسيتي إن الوش بتاعها مش واخد لون تقدر تشغال الشوايا علي المدة لحظات بعد كده هجيب كوباية هضيف فيها معلقة من الكريم شانتي معلقة من السكر البودر وكمان هكمل الكوباية دي بالحليب الكوباية دي كبيرة 350 ميلي هبدأ أخرم الكيكة بتاعتي بالشوكة وهسقيها بالخليط اللي أنا عملته ده اللي هو الحليب والكريم شانتي والسكر بس أصفيهم علشان ما نزلش أي تكتلات من الكريم شانتي أو حاجة هسيب بقى الكيكة تتشرب معايا وهبدأ أحضر في الكراميل بتاعي أو سوس الطوفي في طاصة على النار بقى هضيف كوباية من السكر ده سكر حبيبات عادي خالص هبدأ أدوبه الأول من غير ما اضيف أي معلقة أو أقلب فيه وأول ما حس إنه هو بدأ يدوب معايا من الجناب ومن تحت هبدأ أقلب فيه واتديه له لون أنا عايزة يكون لونه غامق سنة معايا علشان المكونات اللي هضيفها بعد كده هتفتح لونه معايا أول ما حس إن السكر داب وأخد لون بني فاتح هنزل بمكعب زبدة حوالي معلقة كبيرة أول ما يدوب معايا هبدأ أنزل بكوباية من الحليب تدرجيا واحدة واحدة في الوقت ده أنا بهدي النار على الآخر علشان لسعة الكراميل بتكون صعبة جدا بعد كده هضيف نص كوباية مية هضيف عليها نص معلقة كبيرة من النشا هدوبهم كويس وهنزل بيهم على الكراميل بتاعي وأول ما هيغلي هطفي عليه النار فورا وهسيبه بقى يبرد معايا وياخد درجة حرارة المطبخ بعد كده هبدأ أحضر الطبقة التالتة اللي هي الكريم شانتيه أنا مش هستخدم كريمة خفق هستخدم مكونات عادية جدا في الطبقة ده ضيفت معلقة كبيرة من السكر البودرة كمان ضيفت كوباية من الكريم شانتيه الخام أنا استخدمت كريم شانتيه المتحدة واستخدمت كوباية من الحليب المتالج شفته كان نازل فيه قطع تلك كمان حطيت مقطتين من الفانيليا علشان تطعم معايا الكريم شانتيه وبدأت أضرب فيه باستمرار لحد ما بيتماسك معايا المتحدة اللي أنا جايبها ده غير محلة ليه أنا ضيفت معلقة واحدة بس سكر بودرة لأن معايا الكراميل أو سوس التوفي مسكر كفاية فما تبقاش الدنيا مسكرة قوي معانا بعد كده هبدأ أضيف طبقة الكريم شانتيه على الكيكة بعد ما اتشربت طبعا من الحليب اللي أنا كنت ساقيها به هفرت طبقة الكريم شانتيه بالشكل ده هقولكو بقى دلوقتي على فكرة حلوة قوي تقدر تفريدي بيها الكريم شانتيه ويطلع كله متساوي معاك بعد ما بزبطه كده بالاسباتيولا بمسح طبعا الحروف وبصوا دي مصطرة المصطرة دي بيتخلي معايا الكريم شانتيه عصانية كله متساوي وعلوه واحد باخد بالمصطرة كده دي مصطرة خاصة بالمطبخ طبعا لو لدي مش بيستخدموها باخد مرة بالطول ومرة بالعرض اي زيادات المصطرة فورا بتشيلها زي ما احنا شايفين كده هزبط بقى طبقة الكريمة وهحط الصانية دي في التلاجة لمدة حوالي 10 دقايق بس علشان الكريمة تتشمع معايا من فوق وتعمل طبقة على الوش تقدر تستحمل طبقة التوفي طبعا همسح اي زواية فيها تبتهى 10 دقايق في التلاجة وبعدين رجعتها وهبدأ افرد عليها صوس الطوفي بعد ما اخد معايا درجة حرارة المطبخ شايفين لونه حلو قد ايه متخليش صوس الطوفي او السكر يتكرمل معك اوي عشان ما يمررش خليه لون بني فاتح شوية مش عايزة دهبي عايزة اللون البني الفاتح هبدأ اوزعه كده على وش الصانية وهبدأ بقى معايا بواق من الكريم شانتي بدأت اسيبه كده ايه يفك من السقعة اللي هو فيها شوية ففك معايا وبقى بالشكل الجميل ده حطيته في كيس وبدأت ارسم بيه خطوط على وش الصانية زي ما احنا شايفين كده بصوا حاجة سهلة جدا بس وحدي المسافات معاكي خلي بين خط وخط نفس المسافة بعد كده هاجي بخلة او بحرف السكينة هبدأ اعمل بيها خطوط بالطول امشيها بالطول برضو احاول احافظ على المسافات وبعدين اقلب الصانية زي ما احنا شوفنا كده وامشي بالطريقة العكسية لحد ما بتبقى معايا بالشكل ده ما بقطعهاش غير لما بدخلها التلاجة لمدة حوالي ساعتين انا قطعتها بصراحة بعديها بربع ساعة على طول علشان كنت مستعجلة عليها بتقطع طبعا التقطيع اللي انت تحبيه وهنبدأ بقى نقدمها ونشوفها مع بعض قد ايه هيلة حلوة جدا بجد تعالوا بقى نطلعها طبعا هي هتبقى متماسكة اكتر من كده لو انت سبتيها في التلاجة الصوس كان لسه مجميتش معايا شايفين قد ايه حلوة دي قطعة من الحرف ودي كده قطعة من القلب واللي انت حب بقى تكلي تكلي انا كنت بحب الحرف بصراحة وكان مليان كريم شنطيفة اغراني كده شايفين طالعها حلوة قد ايه معايا جربوها هتعجبكم جدا متنسوش تشيروا الفيديو مع اصحابكو وتشتركوا في قناتي على اليوتيوب ايموت شانل ولايك للفيديو اشوفكم على خير وباي باي